أصيب مصمم بياني بريطاني بالملل من كونه إنساناً فقرر أن يعيش كالوعل على مدى بضعة أيام في جبال الألب السويسرية ويبلغ المصمم هذا 34 عاماً ويدعى توماس تويتس وقد صنع أطرافاً خاصة لهذه المغامرة تغطي يديه ورجليه معنوياتي كانت متدنية جداً كنت مصاباً باكتئاب بسبب تعقيدة الحياة وكل الجهود التي ينبغي بذلها لكسب المال قلت لنفسي ألن يكون رائعاً أن أتحول لحيوان لبعض الوقت وأنا أستريح من البشرية وعاش توماس ثلاثة أيام بين قطيع من العول متنقلاً معها بواسطة الأطراف الاصطناعية المصممة لجعل حركته كحركة هذه الحيوانات إلا أن هذه الحياة لم تكن كلها مريحة كما كان يتمنى توماس وكان توماس ينوي أن يعيش حياة فيل لكنه عاد وتذكر أن الفيالة تشبه البشر من حيث أنها تصاب أيضاً بالاكتئاب وأحياناً بالجنون فعدل عن الفكرة